أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نورتني دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجري في دمي ودي ما ساكن طلبي مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم في حصتكم الجديدة أولادنا تحت جناحنا هلاش سمينها أولادنا تحت جناحنا أولا لأنه قلنا جناحنا مسؤوليتنا كامل تربية النشاء في إطار حصة مع ميزيد تقيت مع عدة أولياء وقدرت معهم وصرت بلي عندهم تساؤلات كثيرة تساؤلات إما في تربية الأطفال إما في المدرسة إما كان حالة تستهدفهم ولكن ما عندهمش يحتاجون نصائح حولنا من خلال هذه الحصة هذه أننا نستضيف أخصائيين في شتى المجالات باش يعطيهم نصائح اللي يفيدوهم في تربية العطفال إذن انتظرونا في حصتكم الجديدة ولدنا تحت جناحنا في نصائح تهمكم في تربية ولدكم اللي هما ولدنا اليوم عندنا حصة مهمة جدا على بالي باللقاء الأولياء يتساؤلوا على برنامج التلقيح كيف يجب أن نفاكسيني أولادنا وإذا كان نسيت أسكو غراف ماشي غراف وش هو البروغرام يا هل ترى وش هو الفاكسين اللي ينديروهم والولاد ما زال ما يدخلوش يقرأوا وش هما الفاكسين اللي ينديروهم وولادنا يقرأوا لك هذا البرنامج هذا اليوم رح نترقله مع أخي سائيين إذن تستضيفوا معي الطبيب المختص في طب الأطفال الدكتور محمد بن الغبرى مرحبا بك دكتور مرحبا بك تفضل شرفتنا شرفتنا دكتور تفضل تفضل معنا كذلك مختص في علوم التربية اللي عنده كثير من 30 سنة وهو مع مربيه الأجيال أستاذ لابري لابري تفضل مرحبا بك شرفتنا شرفتنا تفضل 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 ومعنا مختصة في علم النفس كذلك أستاذة تفاحي هنية مرحبا بك أستاذة مرحبا بك مرحبا بك شرفتنا أستاذة تفضل ومنقدروش نتكلموا على برنامج التلقيح بلا منستضيفوا أب ولي أمر لي هو بحري أحمد تفضل 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 مرحبا بك شرفتنا 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 تفضل تفضل ودايما دايما نستاذفوا طفل ولا طفلة باش نقولوا الأطفال ما ينسوش الواجبات المدرسية تحمل معنا اليوم ميليسا تفضلي ميليسا أرواحي 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 هاي ابنتي موش راكي ميليسا لابس لابس بخير موش مسألة تقراي ميليسا تالتا تالتا شاطرا انت في قرايا شبيا شاطرا كيفش تدلي الواجبات تاعك ميليسا كي تدخلي لدار مدراسة تسناي ماما ولا بابا قولك روحي تقراي ولا تروحي وحدك ارواحي وحدك برافو بنتي برافو وكيفش دير الواجبات تاعك تشربي الحليب بديالك وتستعفاي ولا تدري الواجبات ومبعد تستعفاي كيفش ديري اريحي شوية ورحمة هاتريحي شوية برافو وفي نهاية الأسبوع تقراي شوية بالجمعة والسبت ولا تلعبي بزب نقل شوية وتلعبي شوية وش تقول الأطفال لما يشوفوا فينا دوكا على قرايتهم الواجبات المدرسية تح برافو 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 بنتي برافو احنا ثاني وجدنا لك مكتب جميل ليك رحي تروحي يدري الواجبات انتوعك يا أخي اهي تفضلي بدي تفضلي تفضلي اذا كيما قتلكم ميليسان ثم تاني أطفال هذا هو الوقت ليتروحوا يدري الواجبات تعكم باش ننجحوا ووالدكم يفرحوا بكم يا أخي مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة ولدنا تحت جنحنا كين تساؤلات تساؤلات كبيرة توصلنا مع عند الأولياء يقول لك ماذا بينا تنصحونا تنصحونا وهذا الموضوع اليوم هذا موضوع مهم مهم جدا وهو موضوع التلقيح أنا واحد من الناس بالمرأة نقول يا هل ترى البروغرام تعليفاكسين وينسيبه يا هل ترى لازم نتبعه وإلى ما تبعته شوشي سرى بالمرأة نكون بلك نكون مسافر بلك ما يكونش مسافر بلك يعني ماذا بينا من خلالكم اليوم نقدروا نوضحوا لهذا الأولياء لما يشوفوا فينا وش هو هذا البرنامج تلقيح وكيفاش يقدروا يتعاملوا معه ماذا بينا دكتور بن الغبراء يعني توضح لنا الصورة بالنسبة للتلقيح يعني وش تقدر تقول لنا التلقيح هو عملية زيادة المناعة عند الإنسان عن طريق حقنه بمواد كانت في الأصل الجرطومية تم تعديلها وراتيا أو بطرق مختلفة ليتمكن من مقاومتها هذا هو تعريف تلقيح التلقيح هو حقن يعني نقول الجرطوم ولكن حاجات شباك داك يعني لتفعيل المناعة نعم وحقن المعلومات الوراتية المتعلقة بذلك الجرطوم يعني كل جرطوم عندما يدخلوا للجسم الإنسان يحدث مقاومة نعم مقاومة التلقيح يهدف إلى إبراز تلك المقاومة دون تعريض الخطر الجسم المتلقي تريبيا 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 ومبعد أنه وصلوا إلى برنامج التلقيح برنامج التلقيح وخاصة أنه البرنامج التلقيح هو قيلة تعدل تمثل ده العام العام الماضي في سنة 2016 رزنمة الجديدة كنا نعرفون نعرفوا هذي كتاعة تلت شرطة عامل أول الآن نتحدث تعرفوها تلت شرطة عامل أول ست شرطة عامل ثاني كانوا صغارهما يعني هذيك اللي عرفنا وانا سمعت باللي تعرفوها نغنوها تشوف رزمانة القديمة اللي كنا نعرفوها كامل سمعت باللي تم تحديثوها العام الماضي باللي العام الماضي تغيرت شوية مدى بينا وكنت تكلمين عليها نعم هناك لقاحات عند الولادة حيثوها الله على نيسانس هو لقاحة ضد السول بي سي جي لقاحة التحى بالكبد الفيروثي بي ولقاح تشلل الأطفال عند الولادة عند الولادة كنت تلت، تلت لقاحات نعم عند الشهر الثاني هناك الجرعة التانية من فيروس التحى بالكبد ضد المكويرات الرئوية انتبنوموكوكسيك ضد شلل الأطفال مرة أخرى اعم نعم ذا أورال الفموي هناك ضد باكتيري اللي تعرض للمينانجيت وتعرض ثاني لأمراض مختلفة فيلاسفير أوارا يعني أمراض الألف وأذن وحنجورة هناك لقاح الديفتيريا والتيتانوس مرض الكوزاز وشمالشهر هادو؟ هادو الشهر الثاني شهر الثاني؟ نعم لك شهر الثاني كان أكثر من خمس لقاحات أكثر من خمس لقاحات نعم لك شهر الثاني نعم وكبكرين أنشفا كنا نبدو في شهر الثالث وشهر الثالث لقاح واحد وهو لقاح الجديد والذي تم إحضاره مؤخرا في الشهر الرابع نعيد الشهر الثاني تماما في الشهر الرابع إعادة تامة الشهر الثاني نفس الشي أكثر من خمس لقاحات نعم في الشهر ننتقل موسطنا إلى الشهر الحدي عشر الحسبة التي كانت تعطى قديما في الشهر التاسع أصبحت تعطى في الشهر الحدي عشر مع الريبيول ومعالي زوريون ندكر ستسبة لقاحات مع بعضها نعود إلى الشهر الثاني عشر نعيد ما أعطيناه في الشهر الثاني والشهر الرابع والرابع نعود في الثاني عشر نفس اللقاح iced indeed في الشهر الثامن عشر نعيد ما أعطيناه في الشهر الحدي عشر معناها الحسبة ربيول لزوريا ثم نبقى في في العام السادس معناها السنة الأولى التي مدرس يعني 18 شهر نزيد ونديروه حتى 6 سنوات نعطي نبقى مع الدفترية والكوزاز نعطي معهم تاني شاء الله الأطفال لأنه مرض خاطر جدا ومهم جدا الوقاية منه ثم ننتقل للسنة ثاني عشر الدفترية والكوزاز وبعدها كل عشر سنوات دفترية والكوزاز لأن المناعة ضد الدفترية والكوزاز ليست دائمة ولهذا يجب نعطيها كل عشر سنوات حتى عندما نكون بالغي شيء مهم جدا نشوف دكتور الكالندرية تغير تماما مع إضافات خاصة للفاكسين لأننا نلاحظ هناك حالات كثيرة لالتهاب الرئة والمينانجيت ناجم عن هذه البكتيريا الخطيرة تم إدخالها في الرزنة الجديدة وأيضا للمفيلوس الإنفلونزي لأن المينانجيت التهاب الصحي التي تسبب به هذه البكتيريا يسبب بسيكا مورولوجيك الطفل يصبح لا يرى أو لا يسمع ولهذا يجب تقييز بهذه الإتزام بهذه المواعيد مهمة جدا واللهي أنا كيسم عدو كابلي كاين كاين تلقيح في سن تمدرس مدابية أستاذ لابري تعطينا يا هل ترى هذه المربيين المدرسة هل هي مستوعبة تماما لهذا البرنامج ووقفين عليه هو لازم الطفل يجب الكارنية الفاكسيناسيون يا هل ترى هذا التلقيح هذا يديره في المدرسة ولا يديره براء يعني مدابية وضحنا الصورة هذه نعم شكرا سيزيد أنا في البداية نجيب أن نقول بأنه قد حدث تطور وتحكم رهيب كبير جدا في المنظومة التربوية في وزارة التربيات في المدرسة والطب فيما يخص التلقيحات جميل هذا يعني حاجة كبيرة درتها الدولة مهمة جدا درتها الدولة وهذه تدخل في إطار السياسة الوقاية لأن الوقاية المعرفة الوقاية يخل من العلاج ولكن الوقاية رايحة تربح الدولة الملايير من جهة هذا من ناحية المالية واقتصادية وكذلك الصحة الصحة العمومية يعني مبلو كان نتكلموا على شلال الأطفال نعم نعم وهذا يساعد كذلك في حظوظ في إعطاء حظوظ أكثر في نجاح أبنائنا أثناء تمدروسه الحمد لله إذن الدولة الحق يعني إحنا إحنا معناش العرقام ولكن أموال بائضة كبيرة درتها الدولة وزيد على هذا أسكوهد الفاكسان يديرهم في الكل ولا يديرهم برا لا نجيك نجيك سؤالك مهم جدا بارك الله فيك يعني ما هي علاقتنا نحنا كموربيين وعليه فيها دراسة ما يخفاش بالجزائر تابعا تنتمي إلى الله ومس المنظمة العالمية العالمية للصحة وإحنا نمشي مع المنظمة العالمية للصحة إذن فيه تغيير فيه الجديد لكن الشيء نجي ما نقوله لك هو أنه المدرسة للتنميذ الميجي للسنة الأولى لازم يكون مرفوق بسجر في السنة الأولى مرفوق بالدفتر الطبي هذا أول اهتمام جميل وأول اهتمام لازم الدفتر الطبي ثانيا باش يشوفوا البروغرام نعم مرق الله فيك ثانيا كين بما يسمى بوحدات الكشف الطبي اللي هي إجبارية في المدارس ما كانش مدرسة مشي تابعة إلى وحدة من وحدات الكشف الطبي دوكين كشف طبي دوري نعم وهذا هذا يعمل بالاشتراك ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية احنا مثلا تاخذ تاخذ بلدية بلدية صغيرة عندها كشف طبي عندها وحدة من وحدات الكشف الطبي وتابعين إليها عدة مدارس عدة مدارس جميل كلهم يروعها وش يصرح في هذا الكشف الطبي مروش التلميذ هو اللي يروح إلى الوحدة إلى المركز وإنما المركز هو اللي يتنقل إلى المدرسة جميل في السنة الأولى جميل ابتدائي وكذلك في السنة أولى متوسط وفي السنة أولى ثانوي ثانوي يعفون يجي 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 طبيب الأسنان لأنه هنا هذا الدور كبير تعادل هذا الوحدة وكم من أمراض مهم اكتشفت على هذا الأطفال للأولية ما فاقولهمش ولما تكون في البداية العلاج تيح يكون سهل يكون سهل وكم من تلميذ انقذة وفي حمد الله أو لخمسة أيام علاج حتى عمليات جراحية ما ندخلش في التفاصيل ويرتع إلى التمدرس بطريقة عادية الحمد الله أما فيما يخص هذه اللقاحات فهذا الوحدات تتعى الكشف الصحي يعني على قدم وساق يعني ما تلعب بلاش فيما يخص يعني طوليرانس زيرو لازم طوليرانس زيرو ليس طوليرانس زيرو لأنه إذا كان تلميذ أو مجموعة من تلميذ تخلوا على هذا تلقي حدا تلقي حدا ومشي يحدث المشكلة ورها في المدرسة المدرسة هي جماعة جماعة عائلة وجماعة فالعدوى إذا أصيب تلميذ بالضبط العدوى خاصة مرض السل شيخ خطير خاصة مرض السل اللي نفتح قوسين الحمد لله يعني في بلادنا في سنوة ماضا كذلك مع الناس أنا ما عنديش إحصائيات ولكن أنا شخصية مش اسمع به بزي نعم يعني يكاد تراجع يكاد ينعدم يكاد ينعدم يكاد بضل وقت عدم وقت عدم وقت عدم يعني في حالات فقط وهذا بفضل جهود تلقيح وبفضل جهود الدولة والمرقبة الصارمة في المدرسة مع الكشف الصحي اللي وتابع لوزارة التربية اللي تابعها كذلك أمراض أخرى كما لكاري دونتار كما لفو 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 عندنا حلقة راحي لم ينتراجعوش عليها عندنا حلقة تكلم عليها على السمع يعني قاعد المشاكل اللي تواجه الطفل في التمدرس لأنه حنا همنا واش أنه الطفل يتمدرس يقرأ مرتاح كل حاجة اللي تعيق التعلم عنده لابرانتيسارج حنا ما دبينا نبه الأولياء عليها هذا هو المهم والأهم أستاذا ما دبينا تكلمينا من جانب من جانب نفسي من جانب يعني كيف تشوفي هذا التلقيح لأنه التلقيح بلك الناس ها قد يشوفوه يقول لك لفاكسيناسيون ولكن أنا نشوفوها باللي لفاكسيناسيون ستنفينومان يعني حاجة كبيرة لي ترافق الطفل سنوات والسنوات وهي اللي رايحة يعني المستقبل وكله مبني على هات التلقيحات يعني ممكن يكون في خطرة كبيرة نبع نرجع لك أستاذ ما دبينا نتكلمو على إذاك الناس توخرت ولا على التلقيح وش يسرعه كامل ما دبينا توضحي لا يسلمك أستاذ يزيد التلقيح هو صحة من الأول وهو وقاية والتلقيح نسمع به وإحنا صغار في الأهل سواء عندها ابن الأخ ابن الأخت يعني نسمعه بالتلقيح قبل أن أكون أم يعني ماشي حاجة جديدة علينا كإنطلاق يعني الأم الأول المولود ستحها راح يبدأ التلقيح في الشيء دي جاي يبدأ في الولادة في الولادة البي سي جي والا الصباح قبل ما تخرج تقول لها نجندل للفاكسين هي تحس شو تقول لك بواجهة دارو للفاكسين يكسي ترى وتقعد تعسف هذه الفاكسين وشي حيصر لها ماذا نقول لها الأمهات اللي على بالهم بهذه التلقيحات ويهيئوا نفسهم ويحضروا نفسهم لأن هناك بعض التلقيحات اللي تدير حمى لازم يكونوا عارفين بها وتكون عندهم الإسعافات الأولية وكين أمهات مثلا اللي ما تعرفش التلقيحات مالو كارني دو فاكسيناسيون لما تروح لأول مرة عند البيدياتر أو هنالدكتور معانا يوري لها في الصفحة هذيك يقول لها من الأشعار اللي لازم نديروها ولازم أشك فاديلي الفاكسين تشوفي إلى أسكو دارو لك لغيف فيها باللي درتها ولا بش تتأكدي لأنه أحيان انتا تتأكد باللي درت الفاكسين لبتي ما كتروح للدار تلقاه ما دار لكش المسال هذا شي خطير هنا خطير فوزات أبليجي تولي لي ومبعد هو يقول لك أنا درت ما درتش ما كاش تأكد مزي يكي لغيجيز تختحهم هنا يفا فيرفيه لنو وبحت كي يلقاه تدرت يعود يصلح هذك والكارنة لازم ما يتبحرناش ولازم يكون ضروري ديرو الفوتوكوبي بيانش لازم ديرو فوتوكوبي وعلاش لأنه الإثبات الوحيد وهو الأمان الوحيد حتى للأم باش تهي ما تكلفة بليزيش وعيش قونا كان بعض الأمراض اللي نكتشفوها في المدرسة باك زبنا هاي ديكان لديو فاكسناسيون يقول لها أما دا نخصك تعدي زويموا يخصك لغابة تقول لها لقدرتهولو يقول لها هاوليك هاد الحالة نعودو الفاكسناسيون بالديبا وحنا واش معنتها تكون مشاكل نفسية والأب والأم تولي عنهم طاقة نفسية كيفاش نهيقو هادك طفل كيفاش نحن ديرولو الفاكسان نبدأ ونخمو في أمراض اللي ممكن تصيبنا قبل الوقت هنا لازم تكون كيما نقول لازم تكون الأم متفطنة سواء الأم اللي قرأت ولا حتى الأم اللي مقرأت لأن الأم هي علاقة بيولوجية وفطرية بلا ما تكون متعلمة لأن الأم اللي باريكز يعني تروح عند نابورت كالبادياتر طبيب أطفال أو لا يفهمها لأن يشوف الأطباء طوان الله يبارك يصنباسيون نعم ديجا يا أستاذ يزيد اللي باريكز يبدأوا عندما يبدأوا عندما يبدأوا عندما يبدأوا يعني ديجا تعرفوا ما أنتها الفاكسن ما يشبعي دليها الفاكسن في الحمل تباح الفاكسن بعد الحب إلى غير ذلك الله يبارك السلام مكيا يا يسوك سحمي دا بحري رك معنا اليوم كأب كأب حبينا نسقسيوك كيفاش تشوف الفاكسن كنت تشوفو يعني تعطيلي ماهو الإمبورتانس ديالو أسكو حاجة مهمة أسكو كنت تنساه أسكو نسيتوكاش نهار أسكو لالك توقف عليه أسكو كيفاش شفتو أنت كأب هذا وش حبيتتنا الفاكسن أول السلام عليكم مرحبا بك الله يسلمك الفاكسن تعلمتوه من الكل كلنا سنع يعني و أنتا طفل طفل تدارنا الفاكسن هذوك البيسطولي أشفينا عليها أعلمونا أعطونا بعض المعلومات ملتما أنا أدوك الفاكسن لأولادي أسكو تسمى كي يجي وقت الفاكسن ندير الفاكسن ما لازمش تلعبش لازم في وقته تربيا مام إذا نسيت كان المرأة تتفكر تتفكر هي أكفاهم مليح أقولوا كارني الفاكسن كيميقات الأستداء أجور أجور يجب أن يتخباه ويندر عليها فوتوكوبي مليح نقول الأولياء كامل لازم ما يستهزوا بالفاكسن بضب حاجة مهمة لازم يديروا الفاكسن لازم يديروا فوتوكوبي الكرنة الفاكسيناسيون يكون أجور وكيد الفاكسن يفيريفي لدولو الكاشيف لدولو الفاكسن شي مهم لأنه أنت تدخل أيام بعد نشوفه بس نحن بعد تفوت السنين يعني تفوت السنوات وكامل والإنسان اسموه إنسان يعني ينسى بعتني تفكر هل ترى تدرت ما لازمش الإنسان أنتوما يؤولي توصلوا لهذا الشي لفاكسيناسيون تلقي حتى أولادكم رأوا شي مهم 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 جدا دكتور حبيت نرجع لك سيبوزو واحد ينسى الفاكسن ينسى الفاكسن هل ترى كينساه بيامات ولا بشهور حاجة خطيرة مش شي خطيرة هل يقدر يدارك نفسه ما يقدرش ليس شي خطيرا نحن أحيانا الأطباء يمنعون التلقيح في وقت معين مثلا يكون حتى عشر شهر مثلا يكون عنده حمى أو لا أجله إلى الشهر القادم إلى بعد شهرين ليس لمشكلة وثاني الاستدراك ممكن جدا في الفاكسيناسيون ولكن ما يكونش بعيد نعم عندما يكون طفل جاهز يعني حتى أولا كان مثلا تلقيح هذك لازم على ست شهر مثلا ممكن ثمانية تسعة عشرة عام مهم لازم يديرو نعم ولكن تطلب ربيع أنه المرض هذك ما يجيش انترو تنسيسا هذا هو المشكلة هناك بعض الأمراض تستطيع تحمل ذلك مثلا مرض الحسبة التفلي يكون محمي ينتعرف حليب أمه حتى عمر الحليب تعل الأم هذا نقطة أشهر لأنه عندنا حلقة خاصة بلالة موب بالترضيع بالرضاعة يعني شيء جميل بالمسبة لي لأهمية التلقيحات فقط ننظر إلى التاريخ هناك أمراض كانت قاتلة كانت وبائية الحسبة شل الأطفال السل أصبحت الآن نسمع بها كثيرا بالضبط بدوركها حتى بفضل التلقيح؟ نعم، والآن هناك أمراض جديدة مثل هذه البكتيريا الجديدة التي تسبب الالتهاب الساحية هي التي أصبحت لكتواليتيت على فاكسيناسيون ولكن يجب أن ننسى الأمراض التاريخية يجب أن نسيانوها لأن الآن هناك بعض دول أوروبية أصبحت تلقيح فيها اختياري مثلا مثل مثل الدولة أمشي إجباري لهذه الدولة لأنهما عندهم سرتيفيكة ديراديكاسيون نحن في جزائر مثلا ليس لدينا هذه السرتيفيكة سننكر مع أنها ما زلنا كيف نحصل عليها؟ مثلا في الجزائر منذ 2007 ليست هناك حال ديفتيريا منذ 1996 إذا كان هذا المرض ما كانش في البلاد ينحي التلقيح لا لا ينحوش يرجعوه اختياري يرجعوه اختياري تحب ديرو فاكولتاتي في وشوة آه تربيا تربيا شيء مهم مهم هذا نعود للتلقيح الموضوع الأساسي هناك بعض الحالات نؤجل فيها التلقيح مثل الحمى إذا كان الطفل مريض هناك ثانيا لنكبرون برانشي كي يعود الطفل عنده مشكلة في التنفس ثانيا هناك بعض الأمراض التي تمنع تماما التلقيح مثل نقص المناعة سواء طبيعيا يعني منذ الولادة ويراتيا أو هناك بعض الأمراض مثل السيدة والالتهاب الكبد المزمن وأيضا بعض الحالات وين نكون عندنا الطفل عنده مرض مزمن مثل في القلب أو في الكلا أو في الكبد يكون يعني هايك يكون في حالة في حالة أجلوا التلقيح ولكن تلك الفئات بالضبط هي التي تحتاج إلى تلقيحات والحذر معها في التلقيح هناك أيضا أطفال بريماتوري بشبار نيسونس لديهم وزن صغير ننتظر حتى يكتسب وزن أكثر من 2 كيلوغرام باش نعطيها التلقيح ولكن تلقيح مهم جدا عند أولئك الأطفال لا يتلقيح في الولادة عند الولادة هالطفل كيكون بريماتوري إذا كان عقل 20 كيلوغرام لديك علي وشوية تلقيح ندكر حتى نعم الخلاصة أن التلقيح يحمي ويحمي 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 طريب يا وش همال قاعدت تلقيحات يمدوا الحمى وكامل أو بعضهم 80% تلقيحات تعطي الحمى 80% وراك الحمى 24 ساعة 48 ممكن تصل إلى ثلاث أيام إلى ثلاث أيام لأن الحمى دالي على الاستجابة الحمى ها دكتور يعني الجسم يقوم نعم يعني الجسم يقوم نعم هي المقاومة نعم المقاومة قد حصل على الزونتيكو لازم أريدكم تجاه الحمى وراك مازم هاش تطول جميل جميل فقط إضافة مثلا طفل لما يكون مريض الأم تقول لك طفلها هو مريض وغدوة الفاكسين تاعه هي اللازم أنا كأخصائية باش تكون هي في بالها ومرتاحها نفسيا لازم تاخدها داك الطفل للطبيب وعلاش هي كي ناخده للطبيب لأن الطبيب هو الوحيد الذي يحدد ندير الفاكسين ولا ما نداش ووالا في البيمي ووالا هم اللي يديه وليح ووالا 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 سوغلوشان يا الانفرميين وكاين الطبيب ويعني يشوف إذا كان لازم يدير الفاكسين هو ياخد الإجراء إذا ما كانش لازم يديروش ولكن هناك بعض الحالات اللي تسرى يعني وشفناها احنا باريكزوب الطفل ما يدوش على الطبيب تسأله وبرك الممرضة تقول يماه راهو مريض اسكو سعلي تقول هيا لا لا كين أطباء اللي تكون فغيموا عندهم يا قادة وعندهم عمل إنساني وعمل يعني هي كي ما نقول بأتم معنى الكلمة تقول هالسنين ديله لوسيتوسكوب أبغد لوسيتوسكوب تلقى بلي كين حاجة نعم هنا تمنع باش ندير الفاكسين هنا نوش حبيت نقول النصيحة أن الأم ما تقدرش تحدد حتى ويبان الطفل ما زال ما بانش عليها المرض بسح ما تقدرش تحدد يعني حتى هو مريض ناخده للمركز إذا كانوا نقدروا الإمكانية ندير الفاكسين ندرناها ما كاش إمكانية من حسن المعاملة أننا ناخدو غنديفو واحد آخر في نفس الوقت ما رطيناش الغنديفو أمامتو خدينا الغنديفو ودينو معاملة يعني الإنسان يكون فعلا جميل جدا إذا على حسب وجه فهمتنا من الأخيسائيين وكامل التلقيح شيء مهم جدا ولكن مليح أنه تشوف وليدك يعني الحال الصحيين تعوي قبل ما تدهل التلقيح وكذلك مليح أنك دائما تستشير على طباء مختصين في طب الأطفال خاصة وما تنسوش التلقيح لأنه كما قالت الأستاذة من بعد حتى ولي الأمر ما يكون ما يقول شو وليدي وكان غير ديته وعلش تأخرت وعلش إذا مليح التلقيح في وقته وإن شاء الله ربي وفقنا باش نكونوا قدمنا لكم هاد النصائح الجميلة هذي اللي تفيدكم في تربية النشأ تربية ولادكم اللي هم وولدنا تحت جنحنا وتقدروا تواصلوا معنا وتقاسمونا التجارب انتعكم يا أولياء عبر موقعنا الانترنت ولدنا تحتجنحنا بوان كوم ولا عبر صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجنحنا من حق لندرس ونتعلم حتى ننجح نبدو جهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدنا نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا إلاجنا بالمجال حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم حق حمام لا مقهورة ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان حقها 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 شكرا ،